اشتركوا في القناة وعلى الالتفاق الذي تم التوقيع عليه في الرياضة واضف في منشور بصفحته على فيسبوك انه كان للعقل والصبر والمصلحة العليا لليمن ارضا وانسانا الاثر الكبير في الاخذ بايدنا الى ما وصلنا اليه من اتفاق وتوافق وقال اننا ننتظر الخطوة التالية والمتمثلة في تشكيل الحكومة برئاسة معين عبد الملك والتي نأمل اثناء المشاورات الخاصة بها ان تسير معها في خط متوازن مع ما تم الاتفاق عليه دون ما تقاعس او تهون هذا واعلن مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي بدأ مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بناء على آلية تسريح تنفيذ اتفاق رياضة وقال المستشار المخلافي في تغريدة عبر تويتر انه بعد انتهاء جازة عيد الاضحى المبارك بدأت المشاورات لتشكيل الحكومة التي كلف معين عبد الملك بتشكيلها بمجب قرار رئيس الجمهورية تنفيذا لاتفاق رياضة واضاف المخلافي انه من المقرر الاعلان عن تشكيل الحكومة بعد انتهاء المشاورات وتنفيذ الشقة العسكري والامني من الاتفاق المحدد لهما خلال فترة شهر شهدت مدينة تعاز مسيرة جماهرية حاشدة دعما للشرعية بقيادة رئيس الجمهورية ورفضا لمشاريع الفوضى والتمرد ومطالبة لاجهزة الامنية بسرعة بسط الامن وضبط عصابات الفوضى وتقديمهم للقضاء واكد البيان الصادر عن المسيرة رفضه المطلق لخرافات الولاية واهم الخمس الحوثية وكل الاطماع العنصرية التي اتخذت كعناوين لاستعباد الشعب وممارسة التمييز والوثنية السلالية كما اكد بيان المسيرة على العلاقة المشتركة والمصير الواحد بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية في معركة الهوية والوجود في التصدي المشترك للاطماع الفارسية ومخالبها في اليمن المتنثلة في جماعة الحوتية ودع البيان قيادة الشرعية والتحالف الى الوقوف الجاد امام دعم تحرير تعز مسيرة حاشدة اخرى خرجت في مدينة التربى جنوب مدينة تعز للمطالبة باخراج المعسكرات من المدينة وفرض هيبة الدولة وردد المشاركون خلال المسيرة شعارات مناهضة لكل المؤامرات التي تستهدف المديرية ومحافظة تعز كما رفعوا شعارات مؤيدة للشرعية والجمهورية والثورة ورافضة لخرافة الولاية والكهنوت الحوثية الايرانية واكد بيان المسيرة ان الحجرية يد واحدة وستبقى عصية رافضة لكل المشاريع الجهوية والقروية والمشاريع الصغيرة التي لا تخدم سوى ميليشيا الحوثي الايرانية ومشروعها الانقلابي قالت منظمة هيومن رايتس واتش الدولية ان ميليشيا الحوثي الايرتكبت انتهاكات جسيمة بينها القتل ضد مهاجرين اثيوبيين في اليمن وفادت المنظمة في تقرير لها بان قوات الحوثي طردت قصرا الاف المهاجرين الاثيوبيين من شمال اليمن في ابريل الماضي متذرعة بفيروس كورونا ما ادى الى مقتل العشرات واجبارهم على النزوح الى الحدود السعودية ونقلت منظمة عن مهاجرين قولهم ان ميليشيا الحوثي التي شهدت بشكل منتظم وهي تقوم بدوريات في المنطقة اجبارتهم على ركوب شاحنات صغيرة واقتدتهم الى الحدود السعودية واستخدمت الاسلحة الصغيرة والخفيفة لاطلاق النار على اي شخص حاول الفرار قالت الامم المتحدة ان الامطار الغزيرة والفيضانات خلال الايام الماضية في محافظات مختلفة اجبرت نحو 29 الف من اليمنيين على النزوح واقل المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفن دوغاريك ان 16 محافظة على الاقل من جملة المحافظات اليمنية البالغة 22 محافظة تأثرت بالامطار الغزيرة بما في ذلك الفيضانات المستمرة منذ شهر مارس ولفت الى ان خطة الاستجابة الانسانية لليمن تم تمويلها بنسبة 21% فقط حتى الان وحتى المانحين على دفع جميع التعهدات المعلقة على الفور والنظر في زيادة دعمهم نهاية الموجاز نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة